اشتركوا في القناة حلف شمال الأطلسية مروا أيضاً عبر الجنوب في مواجهة التحديات وتهديدات المشتركة وذلك ضمن لقاء الرفيع المستوي بمناسبة عقاد المنتدى العام لحلف شمال الأطلسي بالعاصمة الأمريكية مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارق إسهامات مفاعلة في مجال ترسيخ الأمن الروحي وتوحيد جهود العلماء في إشاعة قيم التسامح والسلام بالقارة الأفريقية بعد السبب عن شطة مكثفة المؤسسة وانطلاق الأطوال الإقصائية للنسخة الخامسة من المسابقة الوطنية في حفظ القرآن الكريم وترتيبه وتجويده في النشاط أيضا نرصد من جماعة باينو بيخليم بليميم حفلة تميز المدرسي تكريس لثقافة الاستحقاق والتفاول كذلك في هذه النشرة نتابع من العيون القطاع التعاوني رفع أساسية ومستدامة للتمكين الاقتصادي ودعم موصول من البرادة الوطنية للتنمية البشرية لهذا القطاع ألام بكم مجددا بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الديمقراطية لصوت طمي وبرانسيبي فخامة سيد كارلوس فلا نوبا وذلك بمناسبة تخليد ذكرى استقلال بلاده وعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سيد جيتاناس نزيد ذلك بمناسبة تنصيبه رئيس الجمهورية ليتوانيا لولاية ثانية شارك سفير المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العمراني بمناسبة المنتدى العام لحلف شمال الأطلسية المنعقد على هامش قمة واشنطن بمناسبة ذكرى الساء الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة حلف شمال الأطلسي في لقاء حول موضوع الناتو يتطلع نحو الجنوب على وفق الاستراتيجي وعلاقات الشراكة وخلال هذا اللقاء صلطت ديبلوماسية المغربية الضوء على تاريخ الشراكة بين المغرب وحلف شمال الأطلسي مبرزا أن المملكة ومنذ انطلاق الحوار المتوسطي سعت على الدوام بنظر لدورها ريادي إلى إرساء تعاون ذي منفع متبادلة مع الحلف بغية تنسيق الاستجابة للتحديات والتهديدات المشتركة تقرير لنواء القناري تاريخ الشراكة بين المغرب وحلف شمال الأطلسي سعي دائم نحو تحقيق الأفضل لضفتي الأطلس والمتوسط المملكة المغربية بالنظر لدورها الريادي سعت على الدوام إلى إرساء تعاون ذي منفعة متبادلة مع الحلف بغية تنسيق الاستجابة للتحديات والتهديدات المشتركة تأكيد عبر عنه سفير المغرب في الولايات المتحدة يوسف العمراني بمناسبة المنتدى العام لحلف شمال الأطلسي مبرزا ضرورة تعزيز والارتقاء بالحوار السياسي بين حلف شمال الأطلسي وشركائه في الجنوب نعتقد أن الشركة مع حلف شمال الأطلسي مع بلدان البحر الأبيض المتوسط مسألة أساسية العلاقة تاريخية ومستمرة من خلال التمرينات المشاركة وبناء القدرات واليوم بسبب الأزمات المرتبطة بالأمن علينا تفعيل وتعزيز هذا التعاون ونحن نثمن تعيين مبعوث خاص بالشنوب السفير المغربي بواشنطن أكد أن المنطقة الأطلسية تعد محركا قويا لتحفيز التعاون الدولي مع مجموع الشركاء لا سيما بفضل رؤية المملكة التي تعيد تشكيل الفضاء الأطلسي الإفريقي بما يدخل تغييرات هامة على الجغرافية السياسية للمنطقة كما تطرق الدبلوماسي إلى الرؤية الأطلسية لجلالة الملك مبرزا الجوهر الإنساني والعملي والتضامني لهذه المقاربة الذي يؤثر التزامات المغرب في المنطقة من أجل إقامة فضاء للتنمية والازدهار المشترك ما يقوم به المغرب وشركاء آخرون في إفريقيا هدفوا إقامة فضاء متكامل وتعزيز الحوار والارتقاء به بين الشمال والجنوب التعاون العسكري والتعاون التكنولوجي مهم ولكن علينا تعزيز أبعاد أخرى ومقاربة جديدة مبنية على الأولويات لأنها مهمة للإستقرار ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحة والعمل على توفير فرص الشغل لأبناء المنطقة من هذا المنطلق تأتي المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد الثالث والتي تعيد تشكيل الفضاء الأطلسي الإفريقي عبر تقوية شبكات ربط مندمجة ومتضامنة هذه المقاربة التكاملية وتنصيق الجهود الدولية يضيف يوسف العمراني توجد في صلب رؤية الملكية التي تحرص على الانسجام بين تطالعات المواطنات والمواطنين الأفارقة باستراتيجية تركز على الاندماج والتقاسم والتضامن وأكد السفير التقدير الواسع الذي تحظى به هذه المقاربة الذي يعد بمثابة صادى للنذاء الذي تم إطلاقه بغية المضي قدما في الشراكة مع الجنوب لسيما في إطار الحوار المتوسط أطلق فرع مؤسسة محمد الثالث للعلماء الأفارقة بهيثيوبيا اليوم بأرض سبب الأطوار الإقسائية للنسخة الخامسة من المسابقة الوطنية في حفظ القرآن الكريم وترثيله وتجويده وعلى همشي هذه الدورة قام وفد عن مؤسسة محمد الثالث للعلماء الأفارقة بزيارة ود ومجاملة إلى عدد من الهيات الحكومية والدينية بإثيوبيا مرسل لياسر العمراني وفد مؤسسة محمد الثالث للعلماء الأفارقة استعرض خلال هذه اللقاءات التي جرت بحضور سفيرة المغرب لدى إثيوبيا وجيبوتي السيدة نزا علوي محمدي المهام التي تطلع بها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعمالها ومبادراتها لفائدة علماء الدول الإفريقية كما تم تسليط الضوء على جهود المؤسسة في نشر قيم التسامح والتعايش والانفتاح والتضامن والأخوة التي يدعو إليها ديننا الحنيف في مختلف مناطق إفريقيا مع تجديد التأكيد على استعداد المؤسسة لمواكبة العلماء الأفارقة بما في ذلك علماء إثيوبيا بالنظر لدورهم المحور في تأطير المجتمع والعمل من أجل إفريقيا مظاهرة وتنعم بالسلم والطمأنينة طبقا لقيم الإسلامي السمحة سعيد جدا بهذه الزيارة علاقات الصداقة التي تربط بين أتيوبيا والمغرب علاقة قديمة والتي نسعى دائما إلى تطويرها فالمغرب بلد عريق بإفريقيا ونحن إذن تعاون في عدة مجالات لتقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين كان هذا اللقاء فرصة للتعريف بمهام وأهداف مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة الممثلة في 48 بلدا إفريقيا والتي تسعى جاهدة إلى توحيد جهود العلماء الأفارقة وتمتين جسور التعاون بين الشعوب والمجتمعات الإفريقية خدمة لأمن واستقرار وتنمية القارة الإفريقية وخلال هذه اللقاءات أشاد المسؤولون بإيتيوبيا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل حفاظ على الوحدة والتضامن والهوية الإفريقية كما نوه بالمبادرات التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لتعزيز قيم الدين السمحة والحفاظ على التراث وحماية العقيدة معربين عن رغبتهم في تعزيز التعاون مع المملكة المغربية والاستفادة من خبراتها في المجالات الدينية والأكاديمية والثقافية والاجتماعية من جانبه قدم الوفد الممثل لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة المهام الرئيسية للمؤسسة وأهدافها وكذا مختلف المبادرات التي أطلقتها على مستوى فروعها بهدف توحيد جهود العلماء الأفارقة وترسيخ الثوابت الدينية وتعزيز القيم الروحية الإنسانية قيم تساهم في تحقيق الاستقرار والأمن بإفريقيا وفقا للرؤية المتبصرة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يولي أهمية خاصة للأمن الروحي والتنمية في إفريقيا طرحت على المائدة المشاريع المشتركة التي إن شاء الله سيتم التعاون فيها بين مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة وبين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا وبطبيعة الحال على رأسها تنظيم مسابقة مؤسسة محمد السادس العلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله والتجويده وتنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التصفيات الإقصائية من أجل اختيار الفائزين الذين سيمثلون فرع المؤسسة في الأطوار النهائية لنسخة الخامسة من مصابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده مصابقة تهدف إلى ربط الناشئة والشباب الإفريقي بكتاب الله عز وجل وتحفيزهم على حفظه وترتيله ومدارسه يعقد مجلس النواب الاثنين المقبل جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفاهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول سياسة العامة وفد بلغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة التي ستعقد في الساعة الثالثة بعد الزوال ستتمحور حول موضوع سياسة التعمير والسكنة وآثارها على التنامية القصادية والتنمية المجالية والاجتماعية تربويا نتابع من جماعة بينو بيقليمين حفلة تميز الدراسي الذي نظمته إحدى المؤسسات التعليمية والتي كرمت المتفوقين دراسيا هذا الموسم حفظ محضار وجمال خصص من أجل تكريم أعضاء المتعلمات والمتعلمين خاصة منهم المتفوقون دراسيا والمتميزون في مختلف أنشطة الحياة المدرسية تنظم هذه الاحتفالية الختمية بهذه المدرسة بدور إيقسل بجماعة بينو احتفالية رصدت لنتائج المحصل هذا الموسم ووزعت الجوائز على التلاميذ الذين تحصلوا على أعلى الرتب في جميع المستويات الدراسية حفل التمييز يندرج في إطار الأنشطة الاعتيادية للجمعية جمعية الآباء ومشاركة مع المؤسسة والتي نتمح فيها بتفوق الدراسي في المؤسسة والتمييز نشكر الجمعية التي نقمت هذا الحفل نشكرهم بزاف وهذا الشيء يساعدنا باش نقرأ ومزيام في العام الجاي اليوم هو اليوم الآخر نحتفل به بعد نهاية السنة الدراسية ونقوم بشكل أساسي دول أستاذات على مجهوداتهم وهذا الشيء سيساعدنا على التمييز في مسيرتنا الدراسية الحفل كرم أيضا مجموعة من الفعاليات التربوية والمحلية التي لم تدخل جهدا لخدمة قضايا التربية والتكوين بهذه البلدة القروية نحتفل بنهاية السنة الدراسية وحلي الحفل وهو حفل الاحتفاء والاعتراف بالخدمات احتفاء بالتلاميد والتلميذات المؤسسة المتفوقين سواء في المص attention دراسي في نتائج دراسية وكذلك فالأنشطة التي تدرت على مستوى الأنشطة الموازية والحياة المدرسية وكذلك الاعتراف لأنه فيه تكريمات دي المجموعة من السادة الأساتي دول مديرين سابقين دي المؤسسة اللي هو اعتراف من المؤسسة ومن شركة ديلها بالخدمات اللي اعطاوا للمؤسسة اللي قدموها للمؤسسة للفعل التعليمي وفعل التربوي بصفة عامة عروض فنية ولوحات استعراضية من أداء تلميذات وتلاميذ المؤسسة تخللت أنشطة وفقرات هذه الاحتفالية الختامية إذن من أرد العلا سهر الليالي ومن جد وجد ومن زرع حصد والمعدل 18.92 هو المعدل الذي حصلت عليه التلميذة نسيمة موفدي السنة الثانية باكالوريا تخصص علوم فيزيائية وبهذا المعدل تكون نسيمة الأولى على صعيد إقليم طرفها بورتري من إنجاز مليك المرابط مولود من لا يخاف وأحمد سهل بكين للنجاح طعم خاص فكيف عندما يكون النجاح مميزا وفي المقدمة فالنجاح كوكب صعب المنال يلزمه التزود بالهمة والمثابرة وسهر الليالي نسيمة موفدي فتاة أثبتت أن لا مستحيل مع الاشتهاد والعزم حيث حصلت على معدل أقل ما يقال عنه جيد جدا وحائز على تكريم بمدينة طرفها لكونها الأولى على صعيد الإقليم الحمد لله هذه النتيجة كانت جد جد مشرفة خليت والدية فخورين بيا كما والأساسي ده وكافة الأطر التانوية الحمد لله هذه النتيجة صراحة لن كانت مفاجأة بالنسبة لي هي نتيجة كنت نتوقعها حين تخدمت إلى طيلة السنة بينسوا كل خدمة دياني ماشي غير بوحدي ساهموا معي والدية اللي كنشكرهم بزاف الأساسي ده ديالي اللي جازي هم أساسي ده متمكنين الحمد لله وكنشكر كافة الأطر إدارية والتربوية عن دور الأسرة والمؤسسة التعليمية في تحقيق هذا التفوق فقد أكدت نسيمة أنه كان لهم الدور الكبير والأهم من حيث توفير الأجواء المناسبة والملائمة والدعم والتجهيع الكافيين لكي تحقق أفضل النتائج وتتبوأ المرتبة الأولى بإقليم الطرفية من بداية السنة وقل لي من إن شاء من الجهة والأورية تبارك الله خدامها ومنسبة لي هذه النقطة لم تكن مفاجأة لي أنا كنت أكد بلما أعرفها ولكن تبارك الله كنت تخدمها والله يرضع لها والله يعونها وكنتمنى لها المزيد من العاطة والله يسر لها وكانشكر قال الأساسي ده ديولها وتوما عونوها وتوما زيما دار وجهدهم مقتر من جهدهم نحن فرحانين وكننا معا في الحفل الليدر والبارح في العامل والسلطات نحن فرحانين بها النتيجة ديولها ونتمنى لها الخير ونتمنى لها إن شاء الله تجد لقدام مسيرة مفواقة من أراد العلا سهر الليالي نعم إنها الإرادة والمثابرة من أجل النجاح والتفوق حيث صنعت نسيمة مستقبلا مشرقا وتحدت أحلامها لتصل إلى طموحها فهنيئا لك نسيمة حصاد تعبك وجهودك وصدق من قال من جد وجد ومن سار على الدرب وصل وامتحاناته والدورة الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا تواصلت اليوم بمدينة العيون على غرار باقي ربوع المملكة والتي خصصت لها خصصت لها 14 مركزا للامتحان وعطار التدريس والإداريين لضمان مرورها في أجواء عادية ومثالية المزيد مع سارك بوشدور وابو جمع الزاوي 2175 مترشحا ومترشحا يجتزون على مستوى مديرية إقليم العيون امتحانات الدورة الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا وتعويض التعثر خلال الدورة العادية التي بلغت نسبة النجاح بها على مستوى مديرية إقليم العيون 52.28% طلقت يوم أمس الدورة الاستدراكية امتحانات الباكالوريا عدد المترشحين 2175 مترشح بما فيهم الأحرار عدد المراكز عمنا 14 مركز بما فيهم مركزين مركز في السجن المدني ومركز في المستشفى الجنوي النحلاء هناك طبعا امتحانات كتمر في أجواء عادية جدا وفي إطار من تكافر الفرص بين الجميع المترشحين هناك ثلاث فرق مكلفة بزر الغش واليوم شأنها هو اليوم الأخير من الامتحانات وغدا ستنطرق التصحيح امتحانات الباكالوريا في مركزين بمدينة نيول الجديدة سنة هذه إضافة إلى الجراعات السابقة التي نقوم بها كل سنة الجديدة هو دخول عملية تاقيم الإلكترونية داخل المؤسسات التعليمية خاصة التي تم استعمالها في دولة الاستدعاقية وبالتالي من المحام التي وضيفت إلينا هو ترسيق وتهيئة الضرف لنجال مكلفة بضبط عملية تاقيم الإلكترونية من داخل فضاء المؤسسات التعليمية داخل أربعة عشر مركزا يجتاز المستدركون امتحانات نيل شهادة الباكالوريا في أجواء عادية ووسط إجراءات وتدابير محكمة تغيى تيسير ظروف امتحان وتمكن الممتحنين من اجتيازها بانسيابية وتكافؤ للفرص في أشانية الاجتماعية تولي المبادرة الوطنية لتميع البشرية اهتماما المتواصلة لتعاونيات من خلال توفير الدعم المالي والمواكبة التقنية لها بنظر لما تشكله من دعم أساسيا وخيارا استراتيجيا لدعم وتعزيز الاقتصاد الجماعي والتضامني وتطلع والتعاونيات بدور استراتيجي من خلال مساهمتها في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر انشيطتها الانتاجية التي تستهدف مختلف الشرائح والفعات إلى العمرية وما ينعكس إجابا على الوضع السيوسي الاقتصادي من فئات الهجة تقريب الموضوع لعياد سرتي وعبو جمعز يعرف القطاع التعاوني بجهة العيون الساقي الحمراء خلال السنوات الأخيرة نموا مضطرد قطاع يتسم في مجمله بالتنوع بوجود تعاونيات تنشط في قطاعات متعددة وجديدة تعمل على خلق قيمة مضافة جد مهمة مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق دينامية محلية وهنا تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عناية خاصة وموصولة بهذا القطاع بهدف تعزيز استدامته والرفع من قدرته واهتمام يتجسد من خلال الدعم والمواكبة مما ساهم في الرفع من عدد التعاونيات وارتفاع وطيرة أدائها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة فخلال المرحلة الأولى والثانية تم تمويل على مستوى إقليم العيون 227 تعاونية بغيلاف إجمال قدره 21 مليون ديال الدرهم ساهمت فيه المبادرة بحوالي 14 مليون والذي استفاد منه حوالي 1589 من هذه المستفيدين والمنخرطين ديال هذه التعاونية ما بالنسبة للمرحلة الثالثة فخصص ابتداء من 2021 في إطار محوار الاقتصاد الاجتماعي التضامني واحد الغيلاف مالي قدره 3 مليون فاصلة 8 مليون ديال الدرهم لفائدة 22 تعاونية واللي استفادت من 22 مشروع ساهمت فيه المبادرة بجوجة المليون ديال الدرهم واستفاد العدد الإجمالي المستفيدين هو 110 ينضف إلى ذلك الدور الفعال للتعاونيات في الحد من القطاع الغير المهيكل حيث اطلعت بدور كبير على المستوى الاقتصادي وساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وتنمية انتاجيتهم والرفع من قيمتها بالإضافة إلى تحسين جودة المنتوجات وتمكين أعضائها بفضل توحيد الجهود من تخفيض ثماني التكلفة وهكذا تظل التعاونيات الملاذ الآمن والبسيط خصوصا بالنسبة للمرأة من أجل تحقيق استقلالها المالي وتمكينها اقتصاديا وكذا المساهمة في إنجاز وتحسين ظروفها المعيشية وضمان دخل قار لائق بها إلى جانب انخراطها في محاربة الأمية والجهل وتخليق الحياة العامة وأيضا المساهمة في فتح آفاق التربية والتكوين لشرائح متنوعة من المجتمع فدت معطياته للمكتب الوطني للصيد أن الكمية المفرغة من منتجاتها الصيد السحلي والتقليدي على مستوع ميناء طنطان سجلت انخفاضا بنسبة 39% عندما تم شهر ماي من السنة الجارية وضح المصدر ذاته أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى الميناء سجلت انخفاضا بنسبة 55% خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة فيما يتعلق بالكميات المفرغة من السمك الأبيض بميناء طنطان فقد سجلت انخفاضا بنسبة في المئة وبنسبة للرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة منها انخفاضا بنسبة 4% فيما عرفت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 30% نستهل قراءتنا لجديد الصحف الأسبوعية من صحيفة الوطن الآن التي خصصت ملفها لهذا الأسبوع لفضيحة تورط البوليساريو في تنصير أطفال مخيمة تندوف وكشفت الصحيفة أنه منذ نهاية السبعينيات من قرن الماضي سعت البوليساريو إلى استغلال مأساة المحتجزين بمخيمات تندوف لجني أموال الطائلة من خلال المتجرة في الأطفال كل هذا بدعم ومباركة من النظام العسكري الجزائري وبعض المنظمات التي انطلت عليها الأسطوان المشروخة لجبهة البوليساريو الانفصالية أو تبادل المصالح التنصير مقابل الدعم السياسي لإيجاد موطئ قدم في شمال إفريقيا وخلق أقلية مسيحية منفصلة عن قيم وعادات الشعوب المغاربية مستغلة هشاشة أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف بالمقابل استطاعت الجزائر والبوليساريو جني أموال ومساعدات طائلة تحتغطاء ما يسمى عطل في سلام حيث يجري بيع وتنصير الأطفال خاصة منهم اليتامة والمنتمين إلى أقليات قبلية خشية وقوع ردود فعل قوية داخل المخيمات صحيفة هسبريسا الإلكترونية كتبت في آخر مسجداتها الإخبارية يتجه منسوب الوثوق في جبات البوليساريو كطرف في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية إلى أن يصير معدوما بعد اتضاح استمرار صحراوية الداخل والمحتجزين داخل تندوف في البحث عن بداء الجديد وجد تمكنهم من الوصول إلى حل سلمي ونهائي في وقت يرون أن المغرب يقدم حلا سلميا في هذا السدد وأمام هذه المعطيات دعت حركة صحراويون من أجل السلام إلى تنظيم لقاء وطني بمشاركة كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء خصوصا بعدما تأكد فشل البوليساريو وفقدانها السيطرة على الوضع السياسي والعسكري بتندوف وأكدت ضمن بيان لها يحمل توقيع رئيس لجنة علاقاتها الخارجية أن البوليساريو تواصل موراكمة الإخفاقات ودعت الحركة ذاتها في هذا السدد إلى تنظيم لقاء وطني تحضره كل الأطراف المعنية بما يشمل معارضي البوليساريو وشيوخ القبائل الصحراوية وممثلية المجتمع المدني من أجل حوار صحراوي صحراوي جدي ومسؤول على أساس المبادئ الديمقراطية والسماح باختيار الاتجاه الذي يرونه مناسبا على أن يكون حلا نزاع سلميا وبعيدا عن لغتي السلح صحيفة المشعل كتبت في عذردها الصادر هذا الأسبوع حالة من الضعر الشديد تسود منذ أسبوعين وسط قادة البوليساريو الانفصالية جراء تنسل رسائل وتدوينات على نطاق واسع يدعو أصحابها عمو مساكنة المخيمات المنصوبة في صحراء تندوف إلى الفرار العاجل من جحيم الموت الذي ينتظرهم جراء الأوضاع القاسية والظروف اللا إنسانية التي يئنون تحت وطأطها منذ خمسة عقود وكشف منتدى فرصة تين المهتم بقضايا المخيمات بتندوف أن إعلانات الهروب بشكل فردي أو جماعي تتم بدون تنسيق بين الأطراف مشيرا عبر تدوينة نشرها عبر صفحة الفيسبوكية إلى أن تطبيقات الترسل الفوري وعلى رأسها الواتساب دجت بعدد كبير من الرسائل المتبادلة بين أشخاص ومجموعات من جهة وعائلاتهم وذويهم من جهة أخرى تدعو إلى الفرار ومغادرة مخيمات تندوف في أسرع وقت وبأي ثمن صحيفة لوتروسونس والصوت الإلكترونية كتبت في أخر مسجداتها الإخبارية تسير أشغال إعادة بناء سد الساقي الحمراء بجهة العيون الساقي الحمراء على قدم وساق إذ تجاوزت النسب الإجمالي لتقدم العمل بهذا الورش المائي الكبير 74% ويأتي إنجاز هذا المشروع المهيكل لإعادة ترميم سد الساقي الحمراء بعد تدرر البنية التحتية لهذا الأخير جراء فيضانات العام 2016 حيث من المرتقب أن يساهم هذا السد بعد اكتمال الأشغال به في حل إشكالية الماء بالمنطقة وحسب ما أوردته وزارة التجهيز والماء عبر منصتها الماء ديالنة فإن سد الساقي الحمراء سيستأنف العمل فيه خلال الأسابيع القليلة القادمة ويعول على هذا السد في تخزين ما يصل إلى 113 مليون متر مكعب من المياه مما سيشكل نقلة نوعية في توفير مياه صالحة للشرب ومياه السقي بالمنطقة علاوة على ذلك سيسهم السد في حماية المنطقة من الفيضانات وتطعيم الفرشة المائية مما يعزز استدامة الموارد المائية ويضمن توفير المياه للمستقبل صحيفة الأيام كتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع في الأوينة الأخيرة زاد إقبال المصنعين الصينيين على الاستثمار في المجمعات الخاصة بقطاع غيار السيارات الكهربائية في المغرب سعيا لتجاوز محاولات الولايات المتحدة رفع الانتاج المحلي من هذه السيارات وتقليص هيمنة بيكن على سلسلة التوريد وهكذا اختار الصينيون المغرب إلى جانب دول أخرى مثل كوريا الجنوبية والميكسيك تشترك في اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وضعين مخططات لإنتاج سيارات مؤهلة لحصول على قروض بقيمة 7500 دولار المخصصة لمقتني السيارات في أمريكا وهكذا تحولت المملكة إلى وجهة مفضلة للعملاق الاقتصادي العالمي حيث أعلن ثمان شركات صينية من صانعي البطاريات عن استثمارات جديدة منذ توقيع الرئيس جو بايدن على قانون خفض التذخم وهو القانون الأمريكي الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار تقل إلى عفو الله المرحوم الحسين والموليد والحسين عن عمر يناهز 74 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة ايتياسين تغمض الله الفقيد بوسع رحمته واسكنه بسيحة الجناني والهم ذوي الصور وصلوان وإنها لله وعينا إليه راجع اللحظة إلى الورق الخاصة بحوال التقص وطوهات غدا بحول الله إذ من المرتقبية أن تبقى اللاجوة وحارة نسبيا بمعظم مناطقية الجنوبية رجال الحرارة بتوقع غدا إن شاء الله استوعيشون برباط مناطق المناطق سيتتباين ودرجات الحرارة وستروح ما بين 22 بي سيدي 25 بطنطان 24 بطرفاية 26 بغوشدور 41 بمقرة 43 بسمرة 46 بزاك 48 مرتقبة بأس بباقي المناطق 26 بالداخل 48 بمدريقة 44 بأوسر و24 متوقعة بالوين حالة البحر وعلوم الموج على الساحل الأطلسي الجنوبي سيكون البحر قليل هجاني لها يستروح ما بين متر ونص إلى ثلاثة أمطار شرق والشمس قدر إن شاء الله على الساعة السابعة وثمانية دقيق والعروب على الساعة الثامنة 51 دقيق حالة التقص بعض العواصم البدن المجاورة 27 وكشوت العاصمة الملتانية 24 بالوين 39 بأطار 46 بزويلات و46 أيضا متوقعة بتندوف والآن إلى تذكير بأبرز عنوين النشرة من واشنطن المغرب يؤكد أن التوطيد تماسك حلف الشمال الأطلسي يمر أيضا عبر الجنوب في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة وذلك ضمن لفاير المستوى بمناسبة عقاد المنتدى العام لحلف الشمال الأطلسي بالعاصمة الأمريكية مؤسسة محمد السادس العلماء الأفريق السامات فاعلة في مجال ترسيخ الأمن الروحي وتوحيد جهود العلماء في شعة قيم التسامح والسلام بالقارة الأفريقية أديسة بابا أنشطة مكثفة للمؤسسة وانتلاق الأطوال الإخصائية للنسخة القامسة من المسابقة الوطنية في حفظ القرآن الكريم وترطيل في النشرة رصدنا من جماعة التباين وبإنقليم بليم لحفل التمييز المدرسي وهو تفليس لثقافة الاستحقاق والتفاو كذلك ضمن نشرة تابعنا من العيون القطاع التعاوني رافع أساسية ومستدامة لتمكين اقتصادي ودعم موصول من البادرة الوطنية لتنمية البشرية لهذا القطاع نهاية تورا المشرة إلى اللقاء